ولكن نحن في مواصلة أيضا رصد الأخبار المتواصلة أنباء تأتي عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يقول رصد إطلاق نحو 85 صاروخا من لبنان سقط بعضها في كريات بيالك ومورشيت وتسور شالوم إذن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن 85 صاروخا رصدت بعد إطلاقها من جنوب لبنان بعضها سقط في كريات بيالك وفي مورشيت وتسور شالوم هذه إذن ربما الدفعة الأخيرة من الصواريخ التي نرصد صورها الواردة شيئا فشيئا ومنها هذا الحريق الذي نراه في زاوية الشاشة في كريات بيالك في مناطق الشمال من حيفا عند هذا البيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أتوقف مع عبدالقادر عبدالحليم من القدس عبدالقادر إذن هل من مزيد بشأن هذا البيان الصادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وهل تكشفت طبيعة الخسائر حتى اللحظة للصواريخ التي سقطت في المناطق التي ذكرها المتحدث صحيح محمد البيان يتطرق إلى أكثر من موجة من الصواريخ أولا الموجة التي انطلق فيها نحو 85 صاروخا من لبنان هي موجة الصافرات المتتالية التي توقعنا بأنها موجة ضخمة جدا نتيجة أولا عدد الصفرات الانذار الكبير جدا التي انطلقت في آن واحد وفي مناطق جغرافية عديدة ما بين حيفا وصولا إلى مناطق في الجليل الأسفل وهي تمتد بين الساعة السادسة و24 دقيقة حتى الساعة السابعة في هذه الموجة من صفرات الانذار 85 صاروخا أطلقت من لبنان وسقط بعضها في منطقتين كريات بيالك وتسور شلوم وهما منطقتين تقعان بالقرب من مدينة حيفا وأما المنطقة الثالثة فهي مراشت وهي التي تقع على مقربة من منشأة تعتبر المنشأة الرئيسة التي تطبع لمصنع رفييل للصناعات